موسيقى سلام حبوباتي نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة مرحبا بكم في قناتي مطبخ مجودة مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم ونجدوا لي الرأي ديالكم في تعاليق ونتمنى تكملوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على الوصفة وعلى الطريقة والمقادر ديال الاقتراح ديال اليوم اللي هو الكريب الفرنسي يعني كل شي كي يبغي الكريب ماكينش لما كي يبغيه نقدم لكم أنا بواحد طريقة بسيطة بمقادر جد بسات وبحشوة المفضلة عندي أنا ديال الشوكولات كنتمنى ان الاستحسان ديالكم وتخليوا لي وتجربوه وتردو عليها هدي مشوا للمقادر باش منطولش عليكم عندي كاس ونص ديال ايلا بغيتو تعبرو بالكاس ديال عنبة كاس ونص ديال عنبة ديال الحليب عندي معلقة كبيرة ديال زبدة وعندي فاني وعندي شمع القديل سانيدة جوج بيضات بالنسبة للطحين الى عبرتو بالكاس ديال عنبة غادي تلقاو كاس كبير كاس عامر وكاس تفوسو النص غير شي شوية يعني نص ديال زبدة انا كنعبر غير بزلافة صافي وغادي نبداو على بركتي الله بالنسبة للطريقة طريقة المعتمدة الساهلة يعني كتخوي كل شيء انا كندي كل شيء من غير الزبدة حتى كنطحن واحد الطحنة عاد باش كندير الزبدة هنا خويت البيض وستعلي هاداك الحليب طبيعة الحل بارد ادي نزيداتك الجمع القديل ديال السكر عفون وصاشي ديال فاني ومباشرة غادي نصبو فوق منهم من ذاك القياس اللي عندنا ديال دقيق تقريبا قطل لكم نصف كنصف لافة تقريبا كاس ونص ديال العنبة صافي غادي نخلط شوية غادي نطحنهم بعد ما طحنتهم غادي نزيد ليهم الزبدة كي اللي كيعود الزبدة بالزيج ولكن انا ما كنزحكمش في الكريب الحلو لان ذاك الزبدة مع ذاك الفاني هي اللي كتعطيه واحد لده والماضاق بالنسبة الكريب مالح ما كيكونش ايشكال كتقدروا تعود الزبدة بالزيت هذا رأيي يعني غير بالنسبة للماضاق كتعطيه الزبدة واحد الماضاق اكثر صافي غادي كيف شفتو هنا الخالد ديالي راك يكون جاري غادي نخلي ويتربوزه واحد شوية تقريبا عشر دقايق صافي من بعد غادي ندوزو الطياب وبالنسبة لطياب يعني اخذت المقلاه مسحسب شوية ديال الزبدة وغادي نبديك نصب الخالد ديالي كتصبوها الكيمياء اللي تكون ما كشيراش تكون رقيقة كتصرحوها على الشكل على المقلاه خاصهم يجي ورقاق بزاف صافي وغادي تخليوهي طيب على عفية متوسطة بين متوسطة وهات امي كتصخل المقلرة ايدكم كتصبقى على البوطة مره مره كتنقصو او لا كتزيدو على حساب يعني غير غادي تباليكم بداتك تتحمره ورد غيك يتحمر غادي تباليكم بداتك تتحمر من الجواني بصافي كتقلبوها باش تطيب على الجهة الاخرى وكيف قتليكم كتصبقوهم قابلينهم يعني مره مره كتقلبوه شكي طيب لنا الكريب ديالنا شي حاجه سهله وديده وهذا هو الكريب ديالي بعد الموجد كي يجي الصراحة شكل ديالو زوين ولا المضاق ديالو كي يجي يرطب بزاف واحد الحاجه موكتش تكون فاشكسكن طيب ضروري ما كتتخضوا واحد الزيف ديال الخبز فاشكسكنو كتطيبوه كتديرو واحدة فق واحدة ففدك الزيف باش كي بقالي نرطب ما كيضربوش البرد فاش كي يكون عطب حسا كي يبرد كي كتشوفو معايير طب كتلويه أو كتشكلوه كيف ما بغيتو وغادي ندوزو انا هنا مباشرة غادي ندوز باش يعني ندير فيه الحشو اللي بغيت بالنسبة لي انا كنفضلو بالشكلات والبانان سيرتو في الصيف هكا في موائد ديالرمدان انا كيعجبني بزاف كنديرلو هكا شكلات ديالدهن سواء نوطيلا او لا شكلات ديالدهن اي نوع او اللي كتتصايبوه تقدروا تصايبوه غير في داركم سنشاركو معاكم ان شاء الله الشكلات المنزلي في وصفات اخرى المهم كي بكتليكم انا تعجبني كنحشيه بالشكلات و بالبانان و كنصرتوه في الصيف هكا او اللي في رمضان الى كان في الحال سخون كنصايبوه كندخلوه لتلاجي برد مزيان صراحي البنات فش كتاكلوه ربحلة كتاكلوشي غلاسة او شي حليوة اللي غلاسي مع ذاك الكريبتيكو نرطب و في واحد المادة قزوين سوف نستمر هنا كيف قلت لكم الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف رحلوش هو كتبقى اختيارية يعني الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه يقدروا الجبن و شوية ديال الكوفيتير او الجبن و شوية ديال الفريز كيف كيقدروا يديروا اللاسوس ديالليمون حتى هو كي جزوين تتاخدوه الليمون تتديروه عاصر و السكر و كتختروه شوية بكريم باتيسير او بماء زينا و كتتلويو الكريب بديالكم تتلويو حفوقو شوية المكسارات و كتتسقيوه بهذاك لاصوس حتى هو كي جزوين و كيف قلت لكم دائما هاد شي كيبقى اختياري هدي نستمر على هاد طريقة حتى هدي نكملهم كاملين ان شاء الله كتشوية هم صراحة ساهلين يعني ضغيك يوجده و ف نفس الوقت صراحة بنا سوف تستمر على هاد طريقة أنا سوف نكملهم سوف نعود لكي نطلقها معكم ترى الشكل النهائي كيف يمكنكم تقدموهم على هذا الشكل هذا هو الشكل بعد المثاليتهم يجيوزونين انا لفيتهم على هذا الشكل المثلة تقدروا تديرهم على شكل سيجار او اللي عجبكم كيف قلت لكم تقدروا تكسافي بهم بحال هكا لان غيها كارة سبارك الله فيهم الشكلات ودك شي بنان انا اخذت فيدي اللوز اي فيلي وحمرتهم توقيع 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 واحد المعضاق جيد وشكلات الشكلات الناس اللي كي عجبهم شكلات تخطيس واحد دانون غير ديال درهم ديال الشكلات ودرسو في بلاستيكا بيضاء غادي نخطط بيها الكريب ديالي على هاد الشكل كيبقى هادشي دائما نخسياري كل واحدة كتدير ديكلاتوش ديالها والاديك اللمس ديالها في الطبق تقديم وشنو كتبغي كيبقى دائما انسان شنو كيبغي وشنو كيف ضل في المعضاقات اللي كيبغيرها هو كيزيد دائما من عندو شي حاجة او اللي كي نقصها فالوصفة كيبقى غير الاساس هو الوصفة ديالي كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال استحسان ديالكم وتخليوا لي الرأي ديالكم الى جربتوها نتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة واللي ما اشتركتش في القناة واول مرة كتلتحق بيها متنساش تابونه وتخلي لي الرأي ديالها وشكرا اشتركوا في القناة